الإيمان بدون أعمال ميت كما قال الرسول يعقوب نحن لا نخلص بالأعمال لكن نخلص بالإيمان لأعمال لأعمال يعني الإنسان المؤمن لازم أعماله تثبت أنه هو مؤمن ما فيك تكون مسيحي بدون أعمال لما الرسول يعقوب يتكلم عن الخلاص بالأعمال هو لازم يكون في برهان أنك أنت مسيحي لازم يكون في ترجمة عملية لإيمانك المسيحي يعني من السهل أنك تؤمن بالله وبعدين بعد هذا الإيمان تعمل وتكره وتقتل وتعمل كل ما يحلف عنك والله للأسف يصبح قطعة من الكمبيوتر بين إيديك أنت بتمشي بحسب كيف بدك وأنه إحنا مننسى أنه في يوم من الأيام أنه رح نواجه الله الديان العادل الرب يسوع المسيح عندما تكلم في العزة على الجبل مع أنها تعليم من أجمل التعليم لكن تكلم عن شيء خطير ومرعب جدا وأن عاوزك تسمع هذا الشيء افتح دينيك وبصيرتك الروحية الرب يسوع قال كثيرون يتكلم سيأتون ويقولون كثيرون في ذلك اليوم عند الدينونة ويقولون يا رب يا رب ألسنا باسمك أخرجنا شياطين صنعنا قوات باسمك تنبأنا يعني أليس باسمك تنبأنا أخرجنا شياطين اعملنا أعمال خارقة جدا والجواب اذهبوا عني إني لا أعرفكم خطير جدا مكتوب سيأتون من المشارق والمغارب يتكئون في حضن إبراهيم أما بنوا الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية ترجمة نانسي قنقر